الحيث تلقى رئيس المصري رئيس عبد الفتاح السيس اتصالا هاتفيا من السيد ريشي سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة تناول التصعيد العسكري في قطاع غزة ومحيطه حيث توافق الجانبان على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الرامية لخفض التوتر وحماية المدنيين من الجانبين ومنع تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية وأوضح رئيس المصري تواصل جهود مصر للدفع نحو انتهاج مسار التهديئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس للحيلولة دون الانزلاق في مسار دموي سيدفع ثمنه المزيد من الأبرياء وستمتد تابعاته للمنطقة بنمتها كما أكد الرئيس المصري ضرورة ضمان انتظام الخدمات والمساعدات الإنسانية والإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مع التجديد على أهمية الدفع نحو التعامل مع الأسباب الجذرية لهذه الأزمة والسعي إزاء إيجاد الأفق السياسي الملائم للوصول إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة